السلام عليكم معاكم دكتورة منا صبري فيديو النهاردة بنعان رغبتكو او وفوت كنت عملها على الانستجرام بما ان من الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن النحافة اتفقنا ان علشان ازيد في الوزن في حاجة اسمها سعرات حرارية كل واحد فينا بيحتاج سعرات حرارية معينة في اليوم الواحد علشان يعمل كل الوظيف وكل انشطاته لو اخد سعرات زيادة عن الجسم محتاجة بيدخن لو اخد سعرات اقل بيخس لو اخد نفس كمية السعرات ساعتها هو هيفضل ثابت على وزنه من هنا يعني اهمية ان احنا نعرف حاجتين مهم جدا اول حاجة انا جسمي محتاج سعرات قد ايه كذلك انا بيكل قد ايه او بياخد سعرات حرية او فلوس زي ما اتفقنا ان المستلح ده مرفتت من الاكل قد ايه علشان اقدر اتحكم لو انا معاني من الحافة لا اخد كمية اكبر من الجسم محتاجة لو انا عايزة اخس اخد كمية اقل اه ومن احسن وافضل الطرق ان انا احسب بيها ان الحاجات دي اه في ابليكيشنز كتيرة تكلمنا عنها من دبناها لو ماي فوتنس بال ده تارية من افضل الحاجات اه مشكلة ان هو انجليش مشكلة ان هو في نايز بتقول ان هو صعب شوية عليها انا والله حاولت ادور لكم على حاجة تكون عربي تدينا نفس النتيجة وتكون نفس الدقة ونفس المكونات كل حاجة زي ما هتشوفوا في البرنامج ده بس ملقيتش بصراحة بس اه ده مش هيعقنا في اي حاجة عشان كده النهاردة الفيديو انا سألتوك انا عايزين نعملكوا فيديو الشرح او لا اقلتوه تماما فالنهاردة هنشرح الفيديو بساطة وهفهمكم فيه كل حاجة عن البرنامج ده وستخدموه من اول ما تنزلوه انا اعتورت نفس كأني بنزلوه من اول وجديد عشان امشي معاكم خطوة بخطوة ويلا مع بعض لنبدأ شرح للبرنامج برنامج نقدر نزلوه عادي من البلاي ستور كنت سابقا لكم اللينك بتاعه مرة فتاة وهسيب لكم بردو اللينك هنا للمنزله اول ما هنفتح البرنامج واول ما هنزله هندوس عليه هزهر لنا دي هندوس عليه عشان احنا اول مرة اخترت sign up with email او لو انتو عايزين تخشوا على طول في الفيسبوك بتاعكم هنا في عندي ثلاث اهداف يورا عنده قوة لقول له lose weight يعني تخسر وزن من 10 weight يعني تبدأ بثابت على وزنك او gain weight يعني بتكسب وزن او تدخل انا اخترت طبعا lose weight طيب هنا بيقول لي how active are you يعني انت نشاطك قدقي او الاختيار not very active الناس اللي تتوزر عادة على المكتب طول اليوم او ان حد ما بيشتغلش lightly active يعني بيقولك مثلا زي المدرس زي حد ما بيعيت при اكتب بقى يعني نشطة اه حد مثلا ويترفو مع طعم حد زي في سيداليا كلش رقم ويقوم لها بحقراء شرق إنها م latitude يحتاج عدد السعرات التي armed لها بالتحرق اليوم. بعد كده كل اللي عمليات اختار انا اختارت في ميل عشان ابنت. طبعا بتختلف من الوقت للبنت. بس هنا عيد ميلادك عادي اقعد تقلب لحد ما رقيت 26 يناير 96 اللي هو تاريخ ميلادي. طبعا بعد كده عادي. اه مكانك فين يعني. فبنختار ايه جفت مسلا. اه مش عارف ممكن يكون فاديته ايه بس قد نختار البلد وخلاص. بعد كده ندخل على الخطوة اللي بعدها. اه اللي هي الطول. اه الطول هنا انا اختارته بسنتيمتر. نحاول لسنتيمتر ما ننساش. ومية خمسين سنتي جماعة. نعدي النقطة دي ما حدشي التريقة طبعا. بعد كده الويت هنا بالكيلو جرام. اه انا وزني الحالي بصراحة يعني. واحد وستين ما اجدبش عليكم. اه في رحلتي الى النزول الحمد لله يعني. هنا الهدف الاسبوعي بتاعك. انا الاول حاجة بيقول لي انت عايزة توصيل للوزن ايه? انا عشان عايزة خص وعايزة اوصيل للتانية خمسين. فده الهدف بتاعي. طيب بيقول لي عايز تخسر في الاسبوع قد ايه? انت تختار عشان يحساب لك تخسم قد ايه من سعرتك. او برضو لو عايزة زياد يزود لك قد ايه في سعرتك. انا جا منا بنصح اكتر ان احنا نحاول نخص نص جيري في الاسبوع. ده خصوصا للناس دي قريبة شوية من المثالي او مش تخينة او عشرة كيلو وعشرين كيلو. لكن طبعا الاوزان الاعلى من كده يقدروا يخص اكتر من كده. بس هاي دي شراحة الخصان الصحي. لو خصنين اكتر من كده احنا ممكن نختار نص او كيلو لربح او كيلو او حتى ربع. انا برشح نص انتو جاي ما شايفين. بس طبعا كل ما نزود الهدف بتاعنا اني هايزين مسلا نخص كيلو. ده كده بيخصب لنا سعارات اكتر. ويخلي لناكل في اليوم سعارات اقل عشان نصل الهدف بتاعنا. فدي حاجة طبعا هتبقى حرية الاختيار فيها ليكو. خلاص دخلنا كل الحاجات بتاعنا. هنبدأ بقى في البرنامج على طول. وهتلاقي اول صفحة قدامك. انا مثلا حاسبني ان انا انا مفروض في اليوم اخد 1540 كالوري. بعد كده الهدف بتاعي في اليوم كلمة فود. هاعد يخصن بقى طول اليوم الاكل لنا باكله. اكسرسايز دي لو انا عملت سعارات حرية معينة. اه بيقول لي هنا الباقي. هنكفهم دولات احنا بنعمل. هتلاقي بريكفوست لانش. بريكفوست طبعا يعني الفتار. اه لانش يعني الغدا. اه العشا طبعا الدنور. بعد كده السناكس. السناكس دي اللي هي. طبعا يعني احنا كلها في نص الاجبات. واخر حاجة الاكسرسايز او التمارين او الرياضة اللي احنا بنعملها خلال اليوم. هننكي مسلا ساعة الفتار وندوس على البريكفوست. ونبتدي هنا بقى في خانة البحث ندور على اللي احنا عايزيه. انا هنا جايبلي الحالة اللي كنت بحس عليها قبل كده عادي. لما تبحث عن حالة كتير بحفظها لكم. عشان تشتغل بعد كده انا غير نت. ان كان. انا مسلا دلوقتي عايزة ابحث عن بيض. كتبت اج. لماذا كتبت اج بالانجليش? علشان البرنامج اصلا انجليش. وهي تطلقي الحاجات اللي عليه علامة صح دي اللي البرنامج نفسه هو بيكون مؤسكها ومدخلها. ويقول لي مديني اختيارات كثيرة. وهنا بقى فيه براندات وكده. هنا مثلا هاختور اه 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 هنا مثلا يعني تشاه فيني اختيار كثيرة بد دجاجة بد مش عارف ايه كل حاجة علامة صح دي اللي البرنامج نفسه عملها. وطبعا كل حاجة بدين نختار. اخطر حجم كبير حاجم صغير. طب هل ما ينفعش اكتب بالعربي? لأ عاية جدا. ممكن اكتب بالعربي كتبت بيد. بوردو تليلي حاجات. هو دي بقى المفاجأة. انا ما في انجليش وفي عربي في ادخال الاكل والحاجات دي. يعني ان كتبت اخترت بيد مسلو. البداية الواحدة اه مش عارفة يعني الكالوري فيها حاجة وسبعين. انا اخترت اتنين فبقى مديني سعارة حرية مية ستة وخمسين. تمام? طيب انا افضل البيت بس? لا. افضلت معها كمان. فادوس مسلا اد فود. هنا انا اكلت مع عيش فكتبت مسلا خبز اه اصمر. الخبز البلدي بتاعنا العادي. اه خلي بالك هنا شوف تحت نكتوب ايه هو? وان جرام. انت بقى الحاجة انت كالتادية ايه? مسلا بقى روبا رغيف بتبقى تقريبا ستة وعشرين جرام. نص رغيف مسلا بيبقى خمسين جرام. انت ممكن توزنه عادي وممكن بالتقدير كده. روبا رغيف تقريبا هنصر عشرين جرام اداني اتنين وستين صار حرية. مسلا انا اخدت معي خيار. لو انا عارفها بالانجليزي اكتبها عادي اه كوكمبر. قال لي اي خيارة اه ادخل عليها. مش عارفة بالانجليزي لما اتفقنا بنكتب عربي عادي. هنا اخترت يعني خيارة بالاشر بتاعتها. اه مسلا تختار ايه? هنا عمل لي بالميت جرام. يعني لو ميت جرام فيها صار حرية. فنسلا انا اكلت ربع كيلو خيار. كتبت اتن ونصف. انا كده اكلت ربع كيلو خيار عادي. زالة بتيجي علي ايام واحدة انا في الخير طول اليوم. مفيش مشكلة. طيب. اه في اختيار تاني. اه مسلا يكون هو حاسبة على حسب اه كمية دقيقة. كان كتب لي مسلا نص كوباية فيها كذا. فانا اخترت نص كوباية. او نص خيارية. بس كده. طيب. انا جيد ما بين الوجبة والتانية اه قررت اخد حاجة في النص. السناك مسلا اه ولا يكون اي حاجة لانا هكتبت درقتي لو مسلا اللبن. اه هنكتب بالانجلش. اه ونعمل بحث هنلاقي انواق كتيرة. بقى لو ملكة شوكولت. لو مسلا منزوع الدسم. اه هتلاقي تحت مسلا ملك جوهينا. اه مش هفق لبن ايه. طيب. حبيت اجرب اكتب بالعربي. برضو نفس الفكرة. هتلاقي انواع اللبن مش عارف ايه. انا مختارها لبن رايب مسلا. اروح اه دايسة علي. هنا بيقول ان الميت جرايم هم اللي فيهم تمانية وخمسين كالوري. اخلي بالي. انا مسلا خاليته يحسب لي اه بالجرام الواحد. وانا وزنت الكوبال اشربتها او مسلا العلبة كتفيها امتين اه امتين مل. فاداني مية ستة وشر سعر حرائري. بس المضوع بسيط جدا. وبتدي بقى ادخل في الغدا. ادخل في العشاء. ادخل في اي كان. مثلا مسال كمان الغدا جي. انا عايز اه ادخل الرز. حكتب اي? حكتب ارز مطبوخ. خلي بالكاشن في حاجة بقى حسابها مطبوخة. وفي حاجة بقى حسبها وهي نية. فانا كتبت ارز مطبوخ. ااااااااااااا دست على السيرش للاختياع وو اختيارها بيقال ان الميت جرايم مطبوخين فيهم مية والثلاثين كالوري. وانا شوف فقا انا هاخد قدية. انا خليته يحسب ووزنة الطبقة التي انا اخذتها كان مثلا الطبقة المتوسط يبقى عمل لي 20 جرام فعمل لي مثلا عدد السعرات دي اللي هو 286 سعر حراري طيب اتفقنا ان احنا كمان نقدر ندخل الاكسرسايز او التماريد اللي احنا بنعملها هيفيدنا باية اعرف برضو حرارت ايه كل ده انا كده بصر فلوس زيادة فبتستهلك طاقة زيادة فهايخصة اكتر ايني يعني رو حدو شحيب يدخل دي عايدي بس مثلا انا هوريكو هنا اختار كارديوفاسكلور يعني الحاجة الكارديو هو دي اللي بيعرفي حسابها هناك مثالة كثيرة انا كنت مدخلها قبل كده. مثلا انا طلعت على المشاية يعني اللي هو مشيت بسرعة الكيلومتر يعني في عشر دقايق ونص فبدخل عدد الدقايق اللي انا مشيتها ويقول لي حرقتها الدقايق. فالربع ساعة مثلا على السرعة دي لاتريا سرعة من ستة ونص لسبعة على المشاية. خرق لي 98 كالوري. ايه عايزة دخل حاجة تانية. مثلا دخلت ايه نطة الحبل مثلا. حكتب روب جومبنج. لو نطة الحبل. ايه لو نطة خمس دقيق خمس دقيق نطة الحبل فيهم اتنين وخمسسين. نطة الحبل من اكتر على فكرة الحاجات اللي بتحرق فعلا. سعرات حرية كويسة. ايه زي ما انت شايفين هوا في الاكسرسايز هنا. لما زود ايه دخلت اكسرسايز عمل ايه? ايه ايه زودت لي حابة السهرات الحرية المبقين ليا. عشان تفهموا بس ان ده يديني كده فرصة اكبر ان انا ايه يبقى عندي سهرات اكتر اكلها. بس انا انا بقى ما فهم ان اكلش. لو انا عايز اخس. انا اخس. انا ده في حاجة لانا باكل حاجة جاهزة. وهي ايه الطريقة دي? اه ان انا استخدم البار كود. بصفو على انت السكان البار كود. واجيب اي حاجة قدامي وعمل سكاننج للبار كود بتاعها. انا اللي لقيته عندي في مثلا كوباية امتين مني فعمل لي مية واثناشر كالوري. ده سهل او يقدر عمله بقى في اي حاجة جاهزة عندي. هتلاقى من دنيا خياراتي اللي على جنب حاجة اسمها ريسيبس يعني وصفات. دي استخدمها امتى لما انا اكون عاملة طبخة جديدة او حاجة مش موجودة عنده او انا عايز اعمل اكلها بطريقة بدماغي. شوفت وصف عندي. عايز احسب سعراتها مش موجود هنا. انا مسلا عملت من دماغي بسكوت شوفيان معمول في البيت. مش زالي في السوق فان عايز احسب السعرات الخاصة بي هو. بابتدي ادخل اول حاجة اسمي الاكل بتاعتي اي اسم. وابتدي ادخل المكونات بتاعي. بيقول لي السيرفنج يعني الكمية التي تدخليها دي هتعمل يدي. انا مسلا عملت كمية عملت لي ستاشر بسكوتة. اي بيقول لي بقى اكتبي المكونات اه الرئيسية بتاعتها. واكتبي كل مكون في سطر. انا ابتدي اكتب الحياة اللي انا استخدمتها. انا استخدمت في اه كنت بنزلها قبل كده على الفيزبوك او على انستجرام. طريقته حلوة اوي في البيت وجميلة وصحية. اه استخدمت شوفين استخدمت لبن استخدمت بانيليا بيكن باودر واي تاني وزيت جوز الهند وكمان عسل. بس ابتدي اكتب كل الكلام ده كل حاجة في سطر الواحده. وهو هيبتدي بعد كده يحسب لي اه طيب الكمان اللي عملتها هذي عملت لي اه او استخدمت هنا سطر اقد ايه او انا اه الواحدة اقد ايه. هنا انا زبط لي كل حاجة لا بس اني فيه كل ما الكلام ده فوق مش مزبط بس فدخلت داني انا شوفين واختارت هو او محتار اختار انا حاجة من دول فانا عارفة ان يسا انا مختار ايه اشوفين عشان كانت شوفين مطحون فالميت جرام منه فيهم قد كزا. اه برضو العسل محتار فيه كزا عسل فيه عسل كزا فيه عسل سود. فانا دست على الاختيار اللي انا عايزاه. مدوس بس على كل الاختيار منه ووصل لحهم. واللبن برضو اختارت مسلا اللبل ان انا مستخدميه. اه لبن عادي مسلا لبن دانون لبن كزا. ودست على الخيار اللي انا عايزاه وبردو الكمية اللي انا عايزاه. بس كده الوصفة جاهزت. اه بس هو خلي بالجو. انا بس احسابي لبن على ميت جرام. العسل على معلقة واحدة. الدقيق على ميت جرام بس. انت تدخلي في كل مكون برضو وتأكدي على الكمية اللي انت مستخدمها قد ايه. احنا عايزين نطلع حزبة مزبوطة. اه عدت بقى عدل شوية في المكونات. استطدمت من جزل يندا قد كده. اه مش عارف اي قد كده عشان يطلع لي بس الحزبة مزبوطة في الاخر. اه انت بس ما تعملي وصفك ديه في البيت. شفتينها على نت. حاجة مش موجودة. اه انت اللي بقيتك بتطبخي. فانت عارف انت بتدخلي ايه. دي هتا اسهل قوي عليك. وتقدري مسلا استخدمتي على كزا يوم. فتبقي عارفة في اليوم الواحد انت استخدمتي قد ايه. او استخدمتي على كزا فرد. بقي عارفة كل فرد اخد كالير قد ايه. دي كلها ادوات في يعني بتسهلك شوية انك تحسيبي الحساب بتاعدك مزبوطة. واي وجه بتعمليها خلاص بتتصيف على كده وبعد كده تقدري ترجع لها عادي. اه زي ما انتم شايفين كده حاول تدروا برضو بعنيكو. انا خلاص زبطت العسر تلات معالي. جزء الهندو كنت مستخدمة ايه عشرين جرام دي اشوف انا مستخدمة ايه. كنت مستخدمة اكتر من كده. المهم يعني عملت شوية مكونات. اه هنشوف دلوقتي في الاخر النتيجة هتطلع لنا ايه. خلاص الوجبة خلصت. عملي ستين ستاشر فوق يعني ستاشر البسكوطة تعتلي. فحسب لبقى ان الواحدة هتكون في تقريبا يعني ستين كالوري. وكده بقت الوجبة محفوظة عندي. اقدر ارجع لها في اي وقت او اعدل في مكوناتها او اي حاجة. ولو اي حد بحث عن كلم بسكوطت شفاين برضو هتطلع له. بص هو البرنامي في حيات كتيرة اوي حابة اورها لكو. بس عشان ما انطولش اكتر من كده اخر حاجة اورها لكو حاجة مهمة جدا جدا. انا هنا مسلا جبتي مسال كنت مخلصة في يوم كامل بكل الوجبات مسلا. في كلمة تحت اسمعني تراشن. الكلمة دي مهمة جدا جدا. بتقول لك مكونات الحاجة اللي انت اكلتها ايه على مدار اليوم. طبعا ده ممكن يظهر لكل قتل وحدها. بس مسلا بتكلم عن تقرير النهاردة. البروتين انا المفوض الهدف بتاعي واحد وتسعين جرام. انا اكلت واحد واربعين جرام بس. يبقى انا في اليوم ده اكلت كمية قليلة. الكارباهدريتز مسلا اللي هي نشويات مفوض اخد كزا. هو بيحسيب لي كل حاجة حسب جسمي وحسب احتياجة قد ايه. فمهم قوي انا اركز مع البروتين مع الكارباهدريت مع الفات. آآ بخصوصا بقى الناس اللي هي بتبني عضلات وكده فتبيركز اوما الحاجات دهنا. بس برضو بيقول لي نسبة الكارباهدريت والفات والبروتين. انا الاسف اليوم ده كنت مخرفة واكلة الكارباهدريتز كتير او نشويات كتير. فانت الدائرة دي يعني بتحدد لك استهلاكك اكتر حاجة كارباهدريتز في اليوم ده. والبروتين بعدها بعد كده الفات. وفي في البداية هنا حاجة اسمها الكالوريز دي بتقول لك سعراتك اكتر حاجة مسلا وفي الفتار كتقد ايه من يومك الغدا العشاء وهكذا. في تحت بقى كلمة اسمها يعني خلص انت خلصت كده مهمتك النهاردة. بتدوس عليها بتقول لك انت لو فضلت ميجي على النزام ده كل يوم هتخسر وزن في قد ايه? مسلا هنا ايه طلع علي نسيكت النهاردة بيقولي انت لو فضلت مستمر كل يوم زي النهاردة في خلق خمس اسابيع هتوصل ل ستة خمسين ونصف. اتمنى طبعا رغم ان محزبا مش دوقيك اي بس طبعا اتمنى يعني. وكده يكون خلصنا فيديو النهاردة ربي يكون عكاكم واستفدتم منه معلش طويل شوائي بس حاولت اتبسط لكم البرنامجة لقدم اقدر. اه انا مش نسيع الفيديو الجاي لسه هنتكلم عن الادوية اللي ممكن تساعدنا في علاج النحافة وكذلك ازاي هنمشي ونستخدم الرياضة في انها تزود كل العضلية عندنا وتزود وزننا وبعد ده كده هنتكلم في التخشيز ما تيلقوش مش ناسي بتوع العاديين يخصه كمان بسمع نش في فيديوه كده بنمشي فيها بترتيب بوردو وروح لانستجرام هنتابع مع بعض الفترة الجاية في التخشيز كثير وفي النحافة وفي السابن وفي كل حاجة وشوفك اشتركوا في القناة الخير ان شاء الله وانتم حين فهمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته